فيما تواصل القوة العراقية تقدمها ضد داعش بالفلوجة دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دعم المجهود الحربي وعدم اشغال القوة الأمنية عن حربها ضد التنظيم أكد قائد العمليات العسكرية في الفلوجة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي أن القوات العراقية المشتركة أصبحت على مسافة ثلاث كيلومترات من مركز المدينة التي تعد أحد أبرز معاقل داعش مؤكدا أن القوات الأمنية ستدخل قلب المدينة خلال الأيام المقبلة يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس مجلس قضاء الخالدية علي داود أن القوات الأمنية تمكنت وخلال عملية عسكرية واسعة ضلقت صباح اليوم من تحرير منطغتي الصبيحات والفلاحات غربي مدينة الفلوجة وأوضح أن القوات رفعت العلم العراقي فوق عدد من المباني في المنطقتين وأضاف داود أن عملية التحرير جاءت بعد قتل أعداد من عناصر داعش وهروب آخرين نحو مركز مدينة الفلوجة مشيرا إلى أن القوات الأمنية فرضت كامل سيدرتها على المنطقتين سياسيا دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى دعم المجهود الحربي وعدم إشغال القوات الأمنية عن حربها ضد تنظيم داعش فيما بارك الانتصارات المحققة في قاطع عمليات الفلوجة من جهة أخرى وخلال زيارته إلى السفارة العراقية في بيروت قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري ليس سرا على أحد أن القوات العراقية تحقق انتصارات باهرة على أكثر من صعيد وهي اليوم تحكم القبض على الفلوجة وتراعي كثيرا أمن وسلامة المواطنين ترجمة نانسي قنقر